طيب آخر بقى حاجة إزاي نساعد الطفل على تنمية مهاراته الكلامية ودي حاجة مهمة قوي نساعده بإن إحنا نتكلم معاه باستمرار الطفل مش هيتعلم الكلام غير لما إحنا نتكلم معاه ويبقى فيه لحظات سكوت وكأننا بننتظر رده علينا والكلام يكون باللغة العادية والنطق الصحيح يعني ما نعودش نقول الألفاظ اللي إحنا بنلاعب بيها الأطفال لا نتكلم كلام عادي واستخدام التعبيرات بتاعة الوجه مثلا أثناء الكلام يعني نكون على طبيعتنا عشان الطفل يفهم أن فيه علاقة ما بين الكلام والتعبير عن المشاعر ولو بتتكلمي على حاجة معينة مثلا أو بتشاوري على حاجة لازم استخدام نفس الكلمة كل مرة يعني مثلا ما تقوليش إيه أنا هجيب المعلقة ونعمل حاجة ما نقولش بعد كده إيه أنا هجيب البتاعة دي بقى عشان نحط الأكل ما نقولش البتاعة لا لازم نستخدم نفس الكلمة لازم كمان نخفض الأصوات المحيطة بالطفل اللي ممكن تشوش عليه يعني ما يبقاش تلفزيون شغال وحاجة أغاني شغالة وناس عملة تتكلم وهكذا ولما يبص على حاجة نقوله اسمها على طول ولما يحاول ينطق كلمة ننطقها قدامه صح وكمان طريقة الكلام بالأغاني يعني نحنا نقوله كل حاجة وكأننا بنغنيها في أغنية ودي طريقة فعالة جدا يا جماعة تمام؟ يعني يلا ناكل يلا نغير إحنا دلوقتي هنلعب قلوها زي ما كون بتقولوها أغنية تمام؟ وأخيرا استخدام الكتب اللي بتكون فيها صور يعني الكتب المصورة والنصيحة أنه اندماج الطفل مع أطفال تانين زي مثلا لما بيروح الطفل للحضانة وطبعا الوقت الكويس بيبقى من سن سنتين ده بيساعد جدا الطفل عن أنه يتكلم وآخر حاجة عايز أقولها اللي احنا لازم نبعد عن التخويف والتهديد بالعقاب الطفل المبسوط الهادئ اللي عايش حياة طبيعية بيتكلم بسرعة والطفل اللي بيخاف واللي بيعاد كتير واللي على طول منكت كده وخايف من عقاب وخايف والناس بتزعق له ما بيتكلمش كويس